اليوم الصباح عالستة تقريباً سحبت بكندا حطت شيء على فيسبوك قمت حطيت للايك قالت لي ناتالي شو معاكة بكير قدي ساعة عندكن ساعة ستة وأنا وعيت عادة يعني ما كتير براعتها يا حبيبتي أنا بوعى بكير قالت لني إيالي كاي شو كنت أعمل بأهلي أنا وصغيرة لقوم بكير ولنام بكير بعرف بعرف هاي دي بوقت المدرسة لما كانوا يترجونا تنفوت على التخط ونحنا بدنا نصهر ونحضر تليفزيون وبتخلص بعيتها وأوقات أصاص ممنوع التليفزيون على مدر كم يوم يا حرام يا حرام لو كانوا عارفين إنه ولاد ولادون صاروا بياخدوا هالتليفزيون على تخطتن وبيحضروا على تليفوناتن شو ما بدون مدر لأي ساعة اي والله كانوا انتحروا أكيد المهم هلأ أنتوا من الأشخاص اللي بيناموا بكير وبيوعوا بكير أو اللي هني والنوم في قصة حب يا لطيف أنا صرت ملاحظة إنه الجيل الجديد كتير بحب النوم وما عندهم مشكلة يناموا مدر لأي ساعة أنا بعرف إنه ولادي ضل نطرب ويبقوا ودتهم تفتح أو اسمع لي شي حرتقة بتدل إنه وعيه أنا مثلاً من الأشخاص اللي بيوعوا كتير بكير بيبلش يعني نهاري عالستة الصبح ببلش قبرهم بتاختي هيكي بجرب مطة شوية ما بتزبط بقوم بعمل قهوة عرواء بقرأ بسمع موسيقى من حل كم كلمة ورد المعلقة عليها هالفترة هاللعبة وبلش افطل بهالبيت أعمل إشي على الخفيف ما بتعمل صوت تما وعي حداً أختي مثلاً بتوع 11 12 بيكون أنا شو وعيت وضبضبت وروحت عالجيم رأت عالدكان جبت شوية غراض طبخت تحمامت رتبت حالي وصار لازم روح على الشغل بدقل أختي ألو شوفي ناطالي خير بعد نواهي عم بتروع حبيبتي حبيبتي تروعي صليت تتغدى هلا مش تتروعي في كتير أشخاص مثل أختي وفي أشخاص أول ما بيوعوا الصبح بكير أو مش بكير ممنوع حدا يقرب صوبهم بدون وقت ليبلشوا يحكوا يعني فيون يعضوا مثلاً إذا حدا زعجهم نحنا منقلة هاي دي واعم نكوت يعني مفقوس في أشخاص عطول هيك منكوتين يا قطيعا شو صاير بالدنيا يعني بدل ما توعوا كلكوا النشاط وحيوية عشو التكشير بعدين ما بتنقضب في نجان قهوة كوي متل ما هي تتصحصحوا وفي منهم شو بصبوا القهوة بفنجان الشاي بالمج وقال لما بيمشي الحال ما بتعب بالراس هاي دي إذا ما شربولهم كم سيجارة كمان عبقرة الصبح يعين بتعرفوا شو أحلى شي عنده لما قوع الصبح البوس وانزل وامشي عالطريق شو حلو شو حلو تشوفوا كيف كل شي عم بيوعى من الناس لبيوتهم مثلاً عالطريق كيف بيكونوا قاعدين عم بيشربوا قهوة هون أو هاي دي اللي عم تسقل زريعة أو عم تكنس قدام الباب كاكين اللي بلشت تفتح الخدرجة اللي بلش شعره تسنى ديق برة ويرش مي على الحشايش اللي حام اللي عم يشطفوا محضر حاله ريحة الزعتر الفاحة من فر المنقيش وتون الفوال بيفتح من الأربع الصبح فول وبليلة وبيض مقلة من قبل الضو وعالزاوية في شوفريت التاكسي حاضرين نظرين أوتوكارية المدارس بعدها فاضية ورايحة تلم هاتلميز وهونيك المصيبة عند هاتلميز كم مرة بتفوت هالأمة وعيون وعبس يلا حبيبة يلا هلأ بيجي الأوتوكار ايا أوتوكار ايا بلوت والماما بتشد بالحاف نزول وهن بيشدوا طلوع وأصعب شيء بالشتوية بقيم السقعة والدني بيزرقوا هن وعن بيلبسوا تيابون وبيصيروا مقهورين ماما هلأ نحن منفل على المدرسة وانت بترجع بتفوت بتنامي عن جد عن جد كم مرة عملتوا به هالشغلة ورجعتوا في التنمتو بليز بليز قلولي حلو الواحد يقوم بكير ويستفيد من النهاره كله ويعمل شي مية شغلة بس المشكلة وين وهيدي أنا بتصير معي كتير انه ع الساعة تسعة ونص عشرة بالليل بطفة اي اي بطفة مثل الراديو كيف بيطف الراديو انا بطفة يعني اذا سهراني وكل اللي معي بيعرفوا انه هه شوفوا هلأ كيف بتبلش ناطالي تودعنا ان شاء الله قيم الدنيا وقاعدة بالسهرة والموسيقى واصلة لآخر الدنيا والديجي مفزع سقطة للسهرة عند الساعة 11 خلص خلص يعني بالدنيا ما بعود بركزة عيوني عم بغمضوا تسحيب اجران لازم تكون هلأ بتاخد ما تقولوا انه هيدا العمر لا لا كل عمري هيك انه بوعى ستة شو بدي دلني عمي عي 24 ساعة ما فيه ما هيدا جسم بالنهاية بده يرتاح بس وين السؤالة وين السؤالة لما ارجع عالبيت وما يتناعس غسل وجه وشيل الميكب الى اخره بوعى اه بوعى ونايمون ان كان فيكن تنايمونة خلص بصير هايبر يعني وجاي من السهرة وبطور لنام وبطفع حقها تاني يوم ليه لانه حيا الله سيعة بنام فيها رح قوعى عالستة شو بكون نيمة يعني ولا شي النتيجة هلا ما فيه مثل النوم صحة ومفيد وبريح الجسم بس البعية بكير كمان حلوة ما بتتذكروا المسألة شو بيقول ولو نيم بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتزير طيب يلا بونوي